تتسع رقعة الاشتباكات في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات وبين ألوية الحماية الرئاسية قصف متبادل تشتد وطيرته بمختلف الأسلحة في مناطق تجمعات سكانية مكتضة وهو ما يضع حياة المدنيين على حفة الخطر بالتزامن مع توارد الأنباء عن عودة رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيد إلى المدينة تتجدد الاشتباكات بهجوم مسلحي الحزام الأمني على مواقع بالقرب من البنك المركزي ومواقع أخرى باتجاه قصر المعاشيق تقول مصادر محلية إن مواطنا قتل بعد محاولته إسعاف طفلة أصيبت في الاشتباكات حالة من التوتر والقلق في عدن جراء انتشار الدبابات والأسلحة الثقيلة والتساع رقعة الاشتباكات إلى مديرية خورمكسر على خط جبل حديد فيما استمر القصف المتبادل بين اللواء الثالث حماية رئاسية واللواء الأول التابع للحزام الأمني الاشتباكات أسفرت عن وقوع ضرار كبيرة في خزانات المياه في جبل حديد التي تغذي مديريات كريتر وخورمكسر والمعلاب المياه فيما سقطت قذائف أر بي جي بالقرب من منازل المواطنين في خورمكسر دون تسجيل وقوع أية إصابات الحكومة في بيان لها حملت المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد العسكري المسلح في عدن وما يترتب عنه من عواقب وخيمة وقالت إنه يهدد أمن وسلامة المواطنين وأكدت الحكومة أنها والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد والعمل مع التحالف لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن تحشيد عسكري وإغلاق للطرق وهلع لدى المواطنين مع توقف الحياة وارتفاع صوت البارود وانتشار لغة العنف في المدينة التي لا تجيد غير التعامل مع السلام والمدنية فماذا تحمل الساعات القادمة في مدينة عدن؟